بسم الله الرحمن الرحيم وأن يمن علينا جميعا بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويثدار سونه بينهم إلا زلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نرجو الله تعالى أن يكون هذا المجلس يحظى بهذه الثمرات اليانعة المباركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المجلس المبارك بإذن الله تعالى هو تعليق يسير على وصية من وصايا أهل العلم الوصية كما لا يخفى هي الأمر المؤكد الوصية هي الأمر المؤكد والله جل وعلا قد ذكر الوصية في كتابه الكريم في آيات عدة قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر الوصية وهذا يدل على عظم أمر الوصية وقد قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهكذا في آيات عدة ذكر الله جل وعلا الوصية قال ووصينا الإنسان لوالديه إحسانا فالله تعالى أوصى ووصى تأتي بالفعل الثلاثي والرباعي أو الثلاثي في قوله تعالى الرباعي أوصى ووصى كذلك وباعي لكن الثاني مضعف فكلاهما وباعي والمقصود بهذه الأوامر هي الوصية والتأكيد على هذه القضايا التي يوصي بها ربنا جل وعلا هذا الكتاب الذي معنا هو سمي بالوصية الصورة وابن تيمي رحمه الله تعالى لا يعرف أنه ذكر لكتبه أسماء سماها به وإنما سميت بعده فنظر العلماء لمحتوى عليه هذه الرسالة وفي بعض ألفاظها ومقدمتها أو مقدمتها كل الأمرين صحيح فسموها بالوصية أما وصفها بالصورة لأن هناك وصية أخرى أطول وأوسع من هذه الوصية فكانت بمقابلة تلك الوصية هي صورة بالنسبة لمحتوى هذه الوصية لتلك الوصية وأيضا السائل الذي طلب الوصية طلب الإيجازة من شيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله تعالى وهذا أيضا يدل على حرص الناس على تلقي الوصايا من أهل العلم وأن العلماء هم الورثة للأنبياء فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمة وإنما ورثوا العلم وإنما يوصل العلماء بما أوصل الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم والعالم ينظر إلى المستوصي والسائل الوصية فيوصيه بما يناسبه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الصحابي من أصحابه رضي الله عنه فيسأله الوصية فيقول وصية تناسبه جاء رجل فقال أوصني قال لا تغضب وجاء آخر قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على باب جامع أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وهكذا تجد أن كل صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية فيوصيه بما يناسبه أو ما يحتاجه ونحو ذلك فهذه وصية جامعة نافعة قد أتى المؤلف رحمه الله تعالى فيها على أمور قد دل عليها الكتاب والسنة فإنما ينزع أهل العلم رحمهم الله تعالى في وصاياهم وفتاواهم وأقوالهم وأفعالهم من المصادر الأصيلة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نقرأ هذه الرسالة الماتعة ونتفيع ظلالها نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم من واسع فضله جل وعلا وأن تكون هذه الكلمات وهذا الحضور في ميزان حسناتنا جميعا يومنا القاهوة ولا أنسى أن نتقدم بالشكر بعد شكر الله جل وعلا لأخوة القائمين على مكتب توعث الجاليات في الملز وحرصهم على إقامة هذه المناشط وكذلك لأخوة في هذا الجامع المبارك حرصهم على تهيئة المكان وكذلك تهيئة هذه الرسالة وتوزيعها وأشكر جميع على حضورهم وحرصهم أسأل الله تعالى أن يعمنا جميعا بفضله وكرمه إنه جل وعلا جواد كريم فضل بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولواردين والحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم سؤال أبي القاسم ابن يوسف ابن محمد التجيبي السبتي المغربي يتفضل سيدنا الشيخ الفقيو الإمام الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف المبدع المغرب المعرب المفصح أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية أبق الله بركته نعم هذا السائل هذا ذكر المقدمة بسملة في الرسالة هل البسملة من السائل أو المؤلف أو هي من وضع النساخ الله أعلم لكن هذا الرجل السائل سمى نفسه بأنه أبو القاسم بن يوسف بن محمد التجيبي السبتي المغربي هو أطرب في شأن ابن تيمية رحمه الله تعالى شأن السابقين في العصور بعد الصحابة والتابعين ومن تبعهم أصبح عندهم مبالغة في الوصف سمون تقي الدين سمون سراج الدين سراح الدين ثم أوصافوا ألقاب القدوة العالب البحر الهمام وهذه مبالغة لا ينبغي أن تكون وإن الأئمة كابن تيمية وغيره لا يرضون بهذا وإنما من فرط حبهم لهؤلاء علماء يصفونهم بهذه الأوصاف وإن كانت مطابقة الأوصاف المذكورة مطابقة لابن تيمية لما علم مما حباغ الله تعالى من واسع العلم ولكن كما يقول سيدنا الشيخ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال السيد الله مع أنه سيد ولد آدم وإنما أراد أن لا يقع في الغلو قال قلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان فإذا كان هذا في حال محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الناس في الدنيا والآخرة قال في حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة هو سيد الناس في الدنيا وفي الآخرة ومع ذلك لم يرضى بهذا اللقب كذلك الفقيه الإمام الفاضل هو إمام الشك أنه وعلى القابل التي ذكرها بقية السلف ثم قدوة الخلف المبدع المغرب طبعا المبدع الذي أتى بإبداع في التحقيق لم يأتي بجديد وإنما هو بنى على أقوال السابقين لكنه مجتهد مطلق فهو نظر في أقوال السابقين وكان أول أمره على مذهب الحنابلة ثم اجتهد رحمه الله تعالى وخرج عن هذا المذهب بما وفقه الله جل وعلا ودله إليه من صحيح الأقوال المبنية على الكتاب والسنة كذلك المعرب المفصح يعني أنه فصيح اللسان وقد عرف رحمه الله تعالى بفصاحة اللسان ودقة الكلام ويعني أنه إذا تكلم في مسألة أفاضة وأطنب وأسهب لهذا من لا يعرف طريقة ابن تيمية في مؤلفاته قد يقع عنده إشكال وهذا الذي يقع عنده اليوم أو بعض طلاب العلم أنهم لا يعرفون التأصير الذي يبني عليه ابن تيمية والاستطراد الذي يتبعه فأنت عندما تقرأ كتابا لابن تيمية لا ينبغي أن تقرأ إلا وأنت عارف لطريقته لأنه يأتي إلى المسألة كما قال الشيخ عبد الرزق عفيف رحمه الله تعالى أن ابن تيمية يأتي إلى جدار الباطل فيهدمه كالبحر وابن القيم يأتي إلى جدار الباطل فينزعه لبنة لبنة مفصل كلام ابن تيمية القيم ومقعد وعلى نقاط وعلى أمور واضحة مفصلة أما ابن تيمية يأتي بمجموع الأدلة من الكتاب والسنة وقوال السلف ويستحذرها مع أنه يسأل أحيانه في مكان ليس عنده كتاب فيملي أو يكتب من حفظه رحمه الله تعالى كذلك أعلم من لقيت وهذا شك أنه وصف صحيح وهذا وصف دقيق ينبغي الإنسان إذا تكلم عن شخص أن يصف بما يعلم قال أعلم من لقيت لم يقل أعلم الناس لهذا ربنا جل وعلا عاب على كليمه وموسى عليه السلام لما سأله هل تعلم أحد على وجه الأرض أعلم منك قال لا لم يقله غرورا تحاشى وكلا أو عجبا بنفسه وإنما حسب علمه فعاتبه الله أن لم ينسي بالعلم إليه لم يقل الله أعلم قال بلى عبدنا خضر فاتج الشمش السفر إلى لقية يعني ذهب مسافرا ليلقى الخضر مع أن موسى أفضل وأعلم من الخضر وصحيح أن الخضر نبي على خلاف بين أهل العلم لكن لما لقي موسى الخضر بعد عناء السفر قال الخضر لموسى إن عندك علما آتاك الله إياه ليس عندي وعندي من العلم من الله ما تعلمه والقصة معروفة في كتاب الله تعالى وصحيح البخاري الشاهد من هذا السائل قال أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغر ثم ذكر أنه تقي الدين لذلك بعض علماء يصفه بتقي الدين وبعضهم يقول شيخ الإشلام وبعضهم يقول بألقاب أخرى وينبغي التنبه لهذا اللقب هو تقي الدين لأحيانا يراد به ابن تيمية وهذا الأكثر بحسب المؤلف وأحيانا يقال تقي الدين ويراد به ابن دقيق العيد لأنه يصف كذلك بأنه تقي الدين وحسب المؤلف أو المؤلف تعرف من يقصد هذا المؤلف ولا يمكن لك أن تعرف إلا إذا قرأت المقدمة دائما أي كتاب تقرأه أنظر إلى مقدمته واصطلاحاته حتى تعرف ما الذي يريده بهذه المصطلحات هذا مقدمة بعد ذلك سيأتي سؤال هذا السائل لابن تيمية رحمه الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات ويبين لي أرجح المكاسب أرجح المكاسب كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته أمر إلى الإجاز في السؤال أسلوب بديع وقصير مختصر لكنه أتى على ما يريده هذا السائل أطالب منه أن يوصيه وأن يرشده إلى كتاب كتاب يكون عليه عمدة يعتمد عليه يرجع إليه طبعا لا يقول قائل أن ابن تيمية لم يوصي بكتاب الله وبالسنة هذا أمر مفروغ منه نوصي بكتاب الله تعالى بالسنة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أراد أن يوصيه بأمر جامع يجمع له أمر دينه وآخرته ثم قال عليه اعتمادي في علم الحديث لأنه أراد أن يتخصص في هذا العلم لأن الكتب والمؤلفات في علم الحديث واسعة لذا قالوا من طلب علم الحديث ينبغي أن يكون عنده مال قارون وعمر نوح لكثرة المؤلفات في علم الحديث وهذا فعلا علم الحديث علم واسع والمؤلفات فيه كثيرة والأئمة رحمهم الله تعالى من لدن ممن ألف في هذه المؤلفات اكتب الصحاح والمسانيد والسنن كالبخاري وغيره إلى يومنا هذا وهي مؤلفات كثيرة تغص بها المكتبات ذلك أراد أن يدله على كتاب في هذا العلم يجمع له شتات هذا العلم ثم أيضا في علم الأخرى في الشريعة وكذلك يدله على أفضل الأعمال وقد تعلمون أن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت متنوعة في أفضل الأعمال أحيانا يقول بأن أفضل الأعمال الحج وحيانا يقول بر الوالدين وحيانا يقدم الصلاة على وقتها فأحاديث متنوعة والجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب السائل فيذكر له لذلك ابن تأمي له كلام جميل جدا في الفتاوى الكبرى لما ذكرت التفاضل في الأعمال قال والفضل يرجع بحسب العامل يعني بحسب الأخشع لقلب العامل فقد يكون في حق الشيخ محمد فاضلا وفي حق غير مفضولا بحسب ما ينفع في قلبه ويكون أثره على قلبه وعلى سلوكه وعلى جوارعه وهذا هو الجامع للتفاضل لكن في عموم الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا فاضل وهذا مفضول وأحيانا يحتف بالعمل المفضول في وقت ما يكون فيه فاضلا مثلا إذا أذن المؤذن الآن الأذان إجابته مستحبة ومشروعة لكن قراءة القرآن أفضل لا شك قراءة القرآن لأنه كلام الله وأفضل الذكر كلام الله هل نشتغل بالقراءة لكتاب الله تعالى والمؤذن يؤذن أم نجيب المؤذن نجيب المؤذن مع أن هذا مفضول لكن الوقت وظيفته الآن هو إجابة المؤذن كذلك بين الأذان والإقامة هل أصلي ركعات وتنفل تنفل مطلقا أكثر من ركعتين في غير سنة راتبة أو أشتغل بالدعاء اشتغل بالدعاء أفضل لأنه الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد وهكذا قل في طواف بالبيت مثلا من ذهب إلى مكة هل يشتغل بالقراءة القرآن الكريم أو بالصلاة في غير وقت النهي أو يشتغل بالطواف إذا أمكنه ذلك طواف مع أن القراءة القرآن أفضل من الطواف كذلك الصلاة أفضل من الطواف لكن لأن الطواف خاص بالبيت وهو عنده أيام محدودة ثم يعود إلى بلده فيشتغل بالطواف لأنه في هذه الحال في حقه أفضل وهكذا نعم سلام الله إليكم فأجاب شيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمة رحمه الله تعالى ورضي عن الحمد لله رب العالمين أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم من اتقوا الله ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيث ما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن نعم بدأ بالوصية ترك الأمر متعلق بإلم الحديث الكتاب الذي يتعلق به وبدأ للوصية لأنها أهم فأوصاه بالتقوى وهي وصية الله للأولين والآخرين ولهذا كتب عمر بن عبد العز رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه أو عماله يوصيه قال أوصيك بتقوى الله فإن الآمرين بها كثير والعاملين بها قليل جعلني الله وإياك من المتقين فعلا الآن الآمر بالتقوى كثير ما من خطيب يخطب ويعلو من براء إلا يقول التقوى الله لكن من الذي يعمل بها قليل لذلك يحرص الإنسان على الامتثال لتقوى الله جل وعلا والآيات في كتاب الله تعالى الآمر بالتقوى كثيرة أحيانا يخاطب الله تعالى الناس جميعا يا أيها النسطق ربكم في مطلع سورة النساء سورة الحج وغيرها من السور وأحيانا يأتي الخطاب لأهل الإيمان بالأمر بالتقوى فالأمر للناس جميعا بالتقوى يختلف عن أمر المؤمنين بالتقوى الأمر للناس بالتقوى لأن يدخل في الناس المؤمن والكافر فهو أمر لهم بأن يتقوا الله تعالى بتوحيده وطاعته وعبادته وترك الشرك به أي يتقوا الشركة والتزموا التوحيد أما إذا كان الأمر بالتقوى لأهل الإيمان فهم مؤمنون وهم متقون للشرك لكن الأمر لأهل الإيمان بالتقوى أمر لهم بتكميل التقوى ومراتبها كما قرر هذا ابن سعد رحمه الله تعالى في القواعد الحسان لأنه يأتي أحيانا يا أيها الذين آمنوا آمنوا فيأمر الله تعالى المؤمنين بالإيمان فيقد يقول قائل هذا تحصيل حاصل لا وإنما هو أمر بتكميل الإيمان ومراتبه وتحقيق الإيمان لأن الإيمان يزيد ينقص فهذا مراد في هذا ولهذا المؤلف قال لا أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله تعالى آمر بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها النبي اتق الله فتقوى الآمر بها ربنا جل وعلا والمأمر بها أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لذلك تهز قلب المؤمن إذا قيل له اتق الله ينبغي أن يكون لها موقع في قلب المؤمن أما ما قال الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم إذا قيل الرجل اتق الله قال إليك عني هذا يخشى عليه الدخول بهذه الآية أو يقول عليك بنفسك وهذا يحصل بعض الناس وقد قال بعضهم لبعض الأئمة قال الأمر بالتقوى إنما يقال لفساق والفجار أما المصلون فلا يقال لهم التقوى الله كيف والله تعالى يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتقوى جل وعلا والتقوى يا أخوان الكلام فيها يطول لو جعلنا الكلام فيها لما اكتفينا بهذا الوقت المقطوع لهذا اللقاء لأن لها ثمارا يانعة يكفي في التقوى أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل ويغفر لكم ذنوبكم قال يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم فكل هذه الثمار للتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسر ومن يتق الله يجعل له من أمر يسرى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرى والأدلة والآيات في هذا كثيرة لا تخفى على سرف علمكم وإنما المقصود أن الأمر بالتقوى ينبغي أن يكون واقعا عمليا بمعنى أن العبد يجعل بينه وبين عذاب الله وقايا بفعل أوامره واجتناب نواهيه هذه التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقوى وعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى كما قال عمر لما سأل رجلا عنده عرف التقوى أو ما هي التقوى قال هل سلكت طريقا ذا شوك قال نعم قال فماذا فعلت قال شمرت عن ثوبي وأتقيت الشوك قال هكذا فالمعاصي مثل الشوك والشوك ألمه شديد بحسب الشوك ونوعه كبير وصغير ووخزه قوي ووخزه أضعف كذلك المعاصي صغيرها وكبيرها وأعظمها الشرك فالإنسان يتقل لها تعالى بترك هذه المحرمات وهذه المعاصي ويجزهد وإذا زلت قدمه ولا بد أن يزل فإنه يبادر بالتوبة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فهكذا أمر الله جل وعلا بها الأولين والآخرين بهذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله تعالى وَلَقَدْ وَصَيْنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ يَتَّقُوا اللَّهِ وصية الله للأولين وللآخرين والله تعالى لا يوصي بهذه الوصية الأولين والآخرين إلا لعظمها وأثرها وعظم نفعها ثم ذكر أيضا وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاد هو أوصى معادا وأوصى أبادر وأوصى أنسا تبت في السنن أنه أوصى بهذه الوصية ذاتها ونفسها معادا رضي الله عنه وأوصى بها أبادر وأوصى بها ألسان كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه الأربعين النووية فهذه وصية أوصى بها هؤلاء الصحب الكرام وقال اتق الله حيث ما كنت يعني في أي مكان لأن بعض الناس إذا خلى بنفسه وبعد عن الناس تجرأ على معاص الله فإذا خلى بمحارم الله انتهك أعاذا لله وأياكم من ذلك وهذا شك أنه يخشى عليه فالإنسان ينبغي أن يكون تقيا في كل مكان أو إذا بعد عن أعين الناس الذين حوله وخرج عن بلاده وعن وطنه فجعل لنفسه الحبل على الغارب ووقع فيما حرم الله عليه والواجب على المسلم أن يأتقي الله تعالى في كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان ويجعل الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه الإحسان فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا هو الإحسان وهذه التقوى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لهذا أمر بها معاذا وغير من الصحابة اتق الله حيث ما كنت حيث يراك الناس وحيث لا يرونكم ثم أيضا قد يقع من التقي زلة ومعصية وسيئة قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها لمعاشرة أول ما تقع في معصية بادرها بالتوبة من أعظم الحسنات التي تمحو السيئات التوبة ولهذا قال جل وعلا وأقم الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين مباشرة إذا زلت بك قدم فإنك تبادل تبادل بالتوبة النصوح تستغفر الله جل وعلا ويو كنت مصرا لو كنت تقع في هذا الذنب مرة بعد مرة وأن تحاول تجتهد تركه لكن تغلب عليه من الناس الأمر بالسوء أو شيطان المريض فإنك كما قال بعض السلف قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه لأنه أتى الشيطان لبعض الناس يقول له أنت تذنب ثم تتوب ثم تذنب ثم تتوب فكأن هذا تلاعب يوحي إليه شيطان ذلك قال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن العبد أذنب فقال أي ربي أذنب فاغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي ثم أذنب ثم قال أي رب أذنبت فاغفر لي فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي حتى قال في الثالثة قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء هل معنى هذا أنه يفعل ما شاء من المعاصي لا يفعل ما شاء مدام أنه إذا غلب على المعصية وقع فيها بادر بالتوبة فإن الله سيغفر له فاجعل التوبة مستمرة معك في كل وقت لأن التوبة وظيفة كل وقت كما سيأتي إن شاء الله تعالى بكلام المؤلم كذلك وخالق الناس بخلق حسن لاحظ أمر أولا بحق الله تعالى بتقواه ثم أيضا بتكفير السيئات بهذا العمل بإتباعها بالطاعات والحسنات ثم بعد ذلك أتى إلى الأمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى شرحه في هذا الحديث قال أن بعض الناس بل كثير من الناس تجده يجتهد في حق الله تعالى فيجسن بالمحرمات ويفعل الطاعات لكنه يجساهل في حق العباد فيظلم الناس بأخذ أموالهم والوقوع في أعراضهم ونحو ذلك وهذا من أخطر الأمور لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بهذه الوصية بأن يكون تعامله مع الناس تعاملا حسنا وخالق الناس بخلق حسن سيأتي بإذن الله تعالى بيّن هذا في ثنايا هذه الوصية نعم حسن الله قال رحمه الله تعالى وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عرية فإنه قال له يا معاذ والله إني لأحبك وكان يردفه ورأه وروي عنه وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة ومن فضلي أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكم إلى أهل اليمن وكان يشبه بإبراهيم الخليل عليه السلام وإبراهيم إمام الناس وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيف ولم يكن من المشركين تشبيا له بإبراهيم نعم هذا بيان لمنزلة معاذة كيف خصوا بهذه الوصية لأن معاذا له ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا أهل العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بعض الناس لهم حظوة لهم منزلة لهم مكانة بما حباهم الله تعالى من الإيمان والتقوى أو الفهم والذكاء ونحو ذلك فقد خص النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بهذه الوصية كما خص بها أنسا لأنه خادمه خص بها أبا ذا رضي الله عنه قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هنا المؤلف يبين منزلة معاذن العلية ومكانته السامقة لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ إني لا أحبك في الله هذا أمر عظيم كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب معاذ المنزلة قال يا معاذ إني أحبك في الله فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وعصن عبادتك فهذا يدل على منزلة فهذا الأمر الأول أنه يحبه وأعلن حبه له صلى الله عليه وسلم ثانيا قال كان يردفه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماص يقال له عفير فقال يا معاذ قال قلت لبيك رسول الله سعديك فرددها مرارا ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسله أعلم قال حق الله على العباد أن يعمدوه ولا يشرك بشيئة وحق العباد على الله ألا يعذبهم فهنا بيان أن بدنه ملاصق لبدن النبي صلى الله عليه وسلم وردف له على الحمار خص بهذا الردف أو الإركاب معاذا وسامة بن زيد رضي الله عنه وغيره من الصحابة الفضل بن عباد كذلك خصه لأنه ابن عمه فلم ينقى أن كل الصحابة حضوا بهذه المنزلة وإنما بعض الصحابة حضوا بهذه المنزلة أن يكونوا مع النبي في الإركاب في هذه الدابة وهذه منزلة خص بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي أيضا جاء فيه أنه قال عنه أن معاذا أعلم أمتي بالحلال والحرام كان فقيها رضي الله عنه وهذه منزلة كونه ينعته بهذا وهذا قد جاء عند التلمذي وغيره بإسناد حسن بل أنه يأتي يوم القيامة ويتقدم أهل العلم برتوة يعني بخطوة وهذا يدل على فضله لذلك بعثه اليمن معلما يعلم الناس دين الله تعالى كما جاء في الصحيحين وغيرهما أنه بعث معاذا اليمن فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله إلى آخر الحديث المشهور المعروف هذا يدل على كذلك على منزلته رضي الله عنه والعجيب أن معاذا لم يشهد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان باليمن وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ فيه في اليمن يعلم الناس أمر دينهم كذلك أيضا من فضله أنه بعده داعيا وحاكما لأهل يمن هذه كلها مناقب لذلك لا تعجب أن يخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معاذا بهذه الوصية الجامعة نعم أيضا قال يشبهه بإبراهيم عليه السلام هنا لابد أن نعرف أن التشبيه لا يلزم منه أن يكون المشبه مطابقا للمشبه به من كل وجه وإنما في بعض الأمور فإبراهيم عليه السلام من أنبياء الله رسله وأولي العزم من الرسل ولهما كانتوا لا يعني ذلك أن يكون معاذا رضي الله عنه مساويا لإبراهيم بكل شيء وإنما هو وجه الشبه في القنوة والطاعة والعبادة كما ذكر عبد الله رضي الله عنهما قال إن إبراهيم إن معاذا فالسامع له ظن أنه يقرأ الآية فقال إن إبراهيم فأعاد عبد الله بمسعوده رضي الله عنه قال إن معاذا كان قانتا لله حنيفا فهو يؤكد على هذا المعنى لشبه معاذا في قنوته وتوحيده وعبادته لله جل وعلا بإبراهيم عليه السلام في مصفه الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصه هذه الوصية فعلم أنها جامعة ويكذلك لمن عقلها مع أنها تفسير الوصية القرآنية لمن عقلها لمن عقلها مع أنها تفسير الوصية القرآنية أما هنا قال أنه وصاه بهذه الوصية فعلم أنها جامعة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وصير له الكلام اختصارا يعني جمع له الكلام الكثير في الكلام القليل الحج عرفه وقل ما شئت تحت هذه الدين نصيحة كلمات قليلة المبنى عظيمة المعنى كذلك هذه وصية جامعة تحتها كلام طويل انظر إلى كلام الشراح لهذه الوصية وكيف أطال فيها الكلام مع أنها في مبنائها قليلة يدلك على أنها وصية جامعة أيضا هي مفيدة ونافعة لمن عقلها بمعنى يعقل معنى قوله التق الله إلى آخره ويعمل بمغتضاها ثم إن هذه الوصية تفسير لما أجمل في كتاب الله تعالى من الأمر بالتقوى لأنه فصل الأمر في التقوى بهذا التفصيل في هذه الجملة الثلاث في هذا الحديث نعم أحسن الله عليكم أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان حق لله عز وجل وحق لعباده ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا إما بترده مأمور به أو فعل منهي فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وهذه كلمة جامعة وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه متى تناول متى تناول المريض نعم شيء حسن الله عليك متى تناول المريض شيئا مضرا يأمره بما يصلحه والذنب للعبد كأنه أمر حتم فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة لأن المقصود هنا محوها لا فعل السيئة فصارك قوله في بول الأعراب صب عليه ذنوبا مما نعم جميل تفصيل جميل من المؤلف لقوله أنها وصية جامعة يعني كيف تكون جامعة جمعت معاني كثيرة في ألفاظ يسيرة فقال هنا ثم قال أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقا العبد عليه حق حق لله وحق لعباد الله هذا بيان كونها جامعة ثم قال حق الله جل وعلا هو العبادة وتقوى الله تعالى بترك الشرك وفعل العبادة ثم العبد إذا قام لله بطاعته لا بد أن يحصل عنده قصور وخلل في العبادة وهذا طبع البشر لذلك أمره بإتباع هذه السيئات الحسنات الماحيات فذكر هذا الأمر ثم أيضا في قولي حيث ما كنت تحقيق لحاجة العدل التقوى في سره وعلانيته حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس ذلك أكد على التقوى بقولي حيث ما كنت ثم أيضا أمر بإتباعي السيئة الحسنة لماذا قال فإن الطبيب هذا المثال يقرب دائما الأمثلة المحسوسة تقرب المعاني غير المعنوية والأمثلة كما قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إن العالمون فهنا يضرب المؤلف هذا المثل قال فإن الطبيب متى تناول المريض الآن طبيب عنده مريض فإذا تناول هذا المريض أمرا يضر بصحته مثلا فإن الطبيب يوصيه بدواء يدفع عنه ضرر هذا الذي شربه أو أكله يدفع سوأته أو عاقبته أو أثره على بدنه فيزيل كذلك الذنب مثل الأمر الذي يمرض الإنسان الذنب مرض معنوي والمرض الذي يصيب الإنسان حسي في بدنه في المعدة في أي مكان في البدن فالذنب مضر وأكثر ضرر من إيش من المرض الحسي فإدفعه بالاستفار والتوبة وإتباعه بحثنات ماحيات لذلك هذا المثال يبين لك حاجة العبد إلى أن يدفع السيئات بالحسنات الماحيات ثم قال فالكيس هو الذي لا يزال يأتي بالحسنات بما يمح السيئات يعني دائما يستمر ولا يقف بادر مباشرة بمجرد تتقع في معصي أو ذنب أي أن كان الذنب تتبعه بسيئة حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار لأ هذا الماء وعندك نار فإذا سكبت عليه الماء انطفى لأن الذنب لو حرارة على قلب العبد فإنه يطفئه بالصدقة فإذا تصدق الإنسان صدقة خفية ويبتغي بها وجه الله تعالى تطفئ هذه الخطيئة التي وقع وزل بها قدمه ثم أبين بلاغة عجيبة في الحديث حيث قال رحمه الله تعالى وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة والأصلا يقول وأتبع الحسنة السيئة يعني اجعل الحسنة هي التي تكون بعد السيئة والسيئة مؤخرة فلماذا قدم السيئة ومعي أنها مفعولة هما هما مفعولان السيئة والحسنة كلاهما مفعولان أتبع السيئة الحسنة فكلاهما مفعول هذا أول هذا ثاني لكن الذي ينبغي أن يقدم هو الحسنة لأنها هي الأولى هنا قال وإنما قدم وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة لأن المقصودة هنا محوها محو إيش السيئة فبدأ بها لأنها المقصودة بالفعل بالمحو فقال أتبع أتبع هذه السيئة حسنة حتى تمح أثرها ثم قال فصار كقوله صلى الله عليه وسلم في بول أعرابي قال صبوا عليه ذنوبا مما ذنوبا يعني دلوا مما صبوا عليه ذنوبا الأصل ماذا يقول صبوا ذنوبا مما على البول فقدم الذنوب قال صبوا ذنوبا مما فقدم الذنوب هنا لماذا لأنه المقصود بإزالة أثر هذا البول الحسي الذي وقع من هذا الإعرابي في هذا المكان أي في المسجد نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وينبغي أن تكون حسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو والذنوب 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 يزول موجبها بأشياء أحدها التوبة والثاني قبل أن ننتقل جملة جدا مهمة قال ينبغي أن تكون حسنات من جنس سيئات كيف يعني إذا عمل سيئة بأن قصر في الصلاة مثلا أخلى بالصلاة فإنه يأتي بنوافل من الصلوات تمحو التقصير في هذه الصلاة شخص أخلى بالصوم الفريضة كذلك يأتي بصيام نوافل يمحو أثر هذا التقصير في هذه السيئة كذلك في الحج وهكذا فيأتي بحسنات ماحيات من جنس ما قصر فيه من هذه الطاعات فإن ذلك قال أبلغ في المحو لا يلزم أن يكون الكل سيئة لها من جنسها لكن ما وجد ما كان فيه ما موجد من جنسه من الطاعات فإنه يأتي به فهو أبلغ في محو هذه السيئات نعم قال رحمه الله والذنوب يزور موجبها بأشياء أحدها التوبة والثاني الاستغفار من غير توبة فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتوب فإن اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال الثالث الأعمال الصالحة المكفرة إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محضورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة وهي أربعة أجناس هدي وعتق وصدقة وصيام وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر فثنة الرجل في أهله وماله ولديه يكفر والصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدى من ذنبه وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال نعم الآن بدأ في ما يكفر الأعمال مكفرات كثيرة وبعضهم عدها إلى عشر ومنهم من ألف كتبا خاصة في هذا كابن حجر رحمه الله وقبله أظن بن قدامة ألف في هذا مؤلفا خاصا في فضائل الأعمال وكذلك السيوطي ألفا مؤلفا في مكفرات الأعمال أو مكفرات سيئات لأن الأعمال مكفرة كثيرة جدا بعضهم جعلها إلى عشر وهي أكثر من ذلك بحسب التتبع الكتاب والسنة يجد أن الأعمال مكفرة للسيئات كثيرة فالعبد عليه أن يعلم هذه المكفرات حتى يأتي بها ذكر في أول المكفرات الاستغفار التوبة والتوبة تجب من قبلها والتوبة هي الرجوع عن الذنب والتائم من الذنب كمن لا ذنب له وتعلمنا أن التوبة لا بد لها من شروط أربعة ثلاثة في حق الله وهي واحد في حق المخلوقين الأول التوبة الندم وقد جاء في الحديث الصحيح الندم توبة يندم على فعل المعصية وهذا يقع في قلب الإنسان يتحسر وندم على اقتراف المعصية فإذا وقع في قلب العبد ندم على ما اخترفه من معاصف هو تائب ثم ذلك يقلع لا يصح أن يكون تائب أنه يزاوي المعصية يمارس المعصية ويقول أنه تائب إلا إذا غلب أما أنه في أثناء المعصية هو يزاوي المعصية وهو يقول أتوب إلى الله هو متى لأن من لازم التوبة الإقلاع فإذا كان ممارسا للعمل أو المعصية فهو لم يصح لم تكن توبة صادقة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توب إلى الله توبة نصوحة أي صادقة فلابد أن يقلع عن المعصية ثم الثالث أن يعزم أن لا يعود كن عنده عزم صادق ألا يعود إلى هذا الذنب قد يغلب نعم قد تأمره نفسه الأمارة بالسوء أو شيطان المريض لكنه في قارات نفسه عندما ندم وأقلع عزم ألا يعود ثم إذا كان حقا للمخلوقين أخذ مال أو غيبة أو سرقة أو نحو ذلك فإنه يتحلل العب من ذلك طبعا إذا كانت غيبة فالصحيح أنه لا يخبره بذلك وإنما سيأتي بيانه ويدعو له ويثني عليه في المجالس التي كان قد اغتابه فيها فهذا ما يتعلق بالتوبة ولهذا المؤلف غاير بين التوبة والاستغفار فهذا أول مكفر للأعمال وهو واجب التوبة واجبة في كل وقت لذلك جاءت الآيات الآمرة بالتوبة كتاب الله تعالى كثيرة وتوبوا يا الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون دل على أن التوبة من أسباب الفلاح والفلاح ما هو هو الفوز بالمطلوب والنجاح من المرهوب من أراد الفلاح فأن يفوز بالجنة وينجو من النار فعليه بالتوبة لله تعالى في كل وقت وفي كل حين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توب إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من مئة مرة أو سبعين مرة وكان يحسب له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم مئة مرة قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن التوبة من أحسن من تكلم في التوبة وأبدع في بيانها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مداج السالكين في منذلة التوبة وكذلك أيضا ممن كتب فيها وفصل في مسائلها ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية أظن في المجلد الثاني قد أسهب وأفاض في مسائل التوبة وما يتعلق بها من أمور فمن أراد الاستزادة من التوبة ومسائلها وتفاصيلها فليرجع إلى هذين الكتابين كذلك ابن قدامه تكلم في التوبة ومسائلها لكن من أجمع من كتب في هذا هو كما ذكرت لكم بن مفلح وكذلك يا ابن القيم أتوا على مسائل جمه متعلقة بالتوبة أيضا الثالث هنا قال الاستغفار من غير توبة لأن الاستغفار باللسان وأما التوبة يلزم منها ما يقع في القلب ولهذا بعض الناس يلزم الناس بما في القلب والألفاظ التي جاءت في الشريعة من قال كذا تجد بعض الدعاة أو ظلاب العلم يقيد الأقوال باعتقاد القلب من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم يأت مرة كان له عدل وعشر قال منادي اسماعيل الأخي الحديث من قال فيأتي هذا الشخص يقول من قالها مستحذرا ومستجمعا ويأتك بقيود فقال لم ترد بها السنة الحديث ماذا قال من قال فمن قال هذه وأتى بها حظي بالأجر ولا نغيد ما أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لذلك الاستغفار يكفي فيه باللسان صلى الإنسان قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لا يلزم أن يكون مستحذرا أن يشهد التوبة والاستغفار لأن هذا باللسان وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه لاحظ استغفروا ثم توبوا فغايرا بينهما وجعنا بينهما ثم أدال على الترتيب مع التراخي فيقول أستغفر الله ثم يبادر بالتوبة باستجماع شروطها بالإخلاص والإخلاع والندم والعزم أن لا يعود لهذا قال المؤلف هنا قال من غير توبة فإن الله تعالى قد يغفر لهذا المستغفر إجابة لدعائه لأنه يدعو لأن القائل أستغفر الله معنى إيش أسأل الله المغفرة أستغفر يعني أطلب من الله الألف والسين والتالي الطلب فيقول أستغفر الله أي أطلب من الله المغفرة أو أسأل الله المغفرة ما هي المغفرة هي ستر الذنبي ومحوه وسمي المغفر مغفرا الذي يضع على الرأس لوقاية ضربات السيوف والرماح سمي بذلك لأنه يستر الرأس ويقيه الضربات كذلك تقول اغفر لي أي استر علي ذنبي وكذلك أمحه عني بأن لا يؤاخذ عليه في الآخرة وقد جاء عند البخاري وغيره أن الله تعالى يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة يعني عليه سترة ثم يقرره بذنوبه أتذكر ذنب كذا يوم كذا ذكره بذنوبه فيقول نعم يا ربي أذكر قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم دل هنا على ماذا؟ على أن الاستغفار يختلف عن التوبة فهنا قال فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال كما قال جل وعلا في أول سلطة في الصلاة قال فاستغفروه فاستقيموا إليه واستغفروه ما الداعي هنا لذكر الاستغفار بعد الاستقامة؟ لأن من استقام على أمر الله وشرعه لا بد أن يعتليه تقصير الاستقامة فيجبر هذا التقصير بالاستغفار صليتم اليوم العصر فقلتم أستغفر الله أستغفرو الله أستغفرو الله هل أذنبتم؟ صليتم هذه الفريضة العظيمة التي مهي من البردين من أعظم الصلاوات لكن مهما اجزاد المصل في الصلاة وإتيان بأركانها وشروطها وخشوعها إلا أنه يخل بهذه الصلاة ويقصر فيها فيمحو ويرقع هذا الخلال بقوله أستغفرو الله أستغفرو الله أستغفرو الله أيضا ذكر الثالث من المكفرات الأعمال الصالحة المكفرة ثم ذكر أن المكفرات نوعان مكفرات مقيدة مقدرة يعني جاءت الشريعة بتقديرها بمعنى أن من فعل هذا الفعل فكفرته كذا من حنث في يمين قال والله لا أدخل على فلان فدخل عليه يكفر عن يمينه بما ذكر الله تعالى في تكفير اليمين أو شخص قتل آخر مؤمنا خطأا فكفرته معروفة ومنها اعتقرقبه أو سيام شريم والتابعين أو جامع امرأة في رمضان هو صائم فكذلك كفراته معروفة أو ظاهر من امرأته فهذه سمى كفرات مقدرة بمعنى أنها تكفر عنه هذا الذنب لأنه قد أتى أمرا عظيما من قتل أخاه المؤمن خطأا قد فعل أمرا شنيعا من ظاهر من امرأته جعلها كأمه في المحرمية كذلك أتى كما قال الله تعالى منكرا من القول وزورا فهو يكفر عن هذا الأمر بهذه العبادة والعمل الصالح الذي هو مقدر لهذا قال كما يكفر المجامع رمضان والمظاهر والمنتكب لبعض محظورات الحج الآن من فعل محظورا في الحج مثلا قص شعره أو تطيب في بدنه أو في إحرامه بعد أن أحرم بالحج ذاكرا عالما فعليه كفارة إما أن يطبح شاة وإما أن يطعم استمساكين وإما أن يصوم ثلاث أيام مخير بين هذه الأشياء الثلاثة هذه تسمى كفارة لعمله أو ترك واجبا في الحج مثلا ترك المبيث بمزدلفة من غير عذر فعليه أن يذبح دما كما قال ابن عباس من ترك واجبا فليهرق دما هذا الدم هو كفارة لهذا الذنب الذي فعله أو لهذا الواجب الذي تركه كما قال المؤلف هنا كذلك هنا قال أو تاركم بعض واجباته أو قاتل الصيد من قتل الصيد هو حرم فعليه مثله كما في الآية الصريحة في ذلك كذلك أيضا فيما يتعلق بالكفارات المقدرة قال هي أربعة إما هدي يذبح دم يعني في الحج وإما عتق عتق رقبة وإما صدقه صدق بمال على المساكين وإما صيام هذه أربعة أمور هي في الكفارات سواء في الحج أو في غيره ثم أيضا الكفارات مطلقة هنا الآن مقيدة أو مقدرة ذكرها المؤلف المطلقة التي لم تقيد بشيء وإنما هي عامة كما قال حديفة رضي الله عنه لما سأل عمر عن الفتنة قال من منكم يخبر عن الفتنة قال حديفة فتنة الرجل في أهله وولده تكفرها الصلاة والصوم فقال عمر ليس عن هذا أسألك ولكن أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر الحديث في البخاري وغيره فهنا ذكر أن هذه كفارات مطلقة وقد دل القرآن والأحاديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكفير السيئات بصلاة الخمس بالعمرة للعمرة رمضان لرمضان وكذلك عرف سيام عاشرة فهذه كلها كفارات مطلقة وثلك كفارات مقدرة مقيدة نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأعلم أن العناية بهذا من أشد وأعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه فإن الإنسان من حين يبلغ خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من الأزمنة من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجو فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودير قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا هذا وصية مهمة جدا وقيد مهم اعلم يعني أن العناية بهذا يعني ماذا بالكفارات أن العبد يعتني بالكفارات لماذا قال من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه لماذا الإنسان مهما كان مقصر ويقع منه خلل فيحتاج إلى ما يكفر عنه هذه السيئات قال فإن الإنسان من حين يبلغ يعني سنة بلغ الاحتلام لأنه قلم التكليف إنما يجد عليه ذا بلغ سواء بلغ سن الخمس عشرة أو ظهرت عليه علاماته بالاحتلام أو نحو ذلك فإذا بلغ الإنسان أصبح مكلفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة ومنهم الصغير حتى يبلغ فهنا قال فإن الإنسان من حين يبلغ خلصا في هذه الأزمنة لاحظ زمان من تيمية أي قرن السابع توفي عام كم سبعمية وثمانية وعشرين وهذا في زمان من تيمية فهن يقول في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية لاحظ انتبه لم يقل هي جاهلية وهذا يخطي بعضهم أن يعبر عن القرن كله بأنه جاهلية فيقال جاهلية القرن العشرين أو الحادي العشرين فجاءت أحاديث تعبر عن أعمال جاهلية قال لأبي ذر أعيرته بأمه إنك مرء فيك جاهلية أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركون هنا الفقر بالأحساب والطعم في الأنساب وإسقاب النجوم والنياح على الميت فهذه أعمال جاهلية لكن هل من اتصف بها يعدوا نعم الناس كلهم بجاهلية لا تقع الجاهلية نوعان جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة الجاهلية المطلقة انتفت ببعدة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك جاهلية إلى قيام الساعة بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكن تكون هناك جاهلية مقيدة إما في مجتمعات معينة في قطر من أقطار في بلد من الملدان أو في أشخاص لكن لا يمكن أبدا أن يعم الناس الجاهلية لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذرهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله ظاهرين فدل على بقاء الدين في الأمة وأن الدين باق إلى قيام الساعة وأن هناك طائفة على الحق طبعا الطائفة هذه لا نقول إنها في بلد معين وإنما تكون في بلد أو في بلدان وهذا أمر مشاهد المقصود أن جاهلية المطلقة انتفت لبعتة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا قال المؤلف هنا قال قال من بعض الوجوه وهذا قيد حسن العلماء عندهم دقة في التعبير بخلاف الجهال أو المتعالمين والعالم لا بد أن يكون كلامه مقيدا واضحا دقيقا قال من بعض الوجوه فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء يعني يقول أن الآن الناس في هذا الوقت وبعدهم عن عهد النبوة قولهم فترات يعني أنه بعيد عن عهد النبوة نعم إن الله يبعث لأمة على رأس كل سنة من يجدد لها أمر ديني هذا صحيح لكن يصيب الناس فتور أو بعد أو قلة علم بعض الأقطار بعض الأمصار كما كان في بلاد نجد قبل دعوة الشيخ محمد عبد الرحيم الله تعالى كان الناس في يعني بعد عن الدين وفي انحراف وقوع في بعض الشركيات والبدع لا نقول جاهلية مطبقة وإنما في هذا القطر كان هناك أعمال جاهلية وعمت الناس مع أنه يوجد هناك علماء على السنة في هذه البلاد لكن الغالب على الناس استعصى على علماء السنة وعلماء الحق قبل أن يدعو الشيخ محمد استعصى عليهم دعوة الناس هناك علماء لكنهم لم يكن لهم جهود في الدعوة أو أنهم لم يقدروا على مواجهة الناس وردهم إلى هذا الأمر لكن الله تعالى قيض لهؤلاء الناس هذا الإمام رحمه الله تعالى بما حباه الله تعالى من العلم والعمل والدعوة والصبر وتلك الخصار التي حباه الله تعالى بها فأزاح الله به الغمة عن هذه الأمة لذلك هنا المؤلف قال فكيف بغيرها إذن الأمر يحتاج والآن ووقت الحاضر أشد هذا الزمان الذي نعيشه زمان غربة والغربة يا إخوة نسبية بعض الناس لا يفرق في الغربة قال وسيعود غريبا كما بدأ الغربة في الإسلام نسبية قد تكون أنت غريبا في بلد دون آخر وقد تكون في بلد غريبا بنسبة قليلة وفي بلد آخر أنت أغرب بحسب ذلك البلد وحسب ظهور الإسلام فيه وظهور السنة فيه فكلما كان المكان أو البلد الذي أنت فيه مذرا للدين والإسلام والسنة فالغربة فيه قليلة وإذا كنت في بلد أهله عم فيهم الجهل وعم فيهم المعاصي والذنوب وقل فيهم ظهور السنة فهذه الغربة تكون أعلى نسبة من غيرها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا بدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم بعض الصحابة سعد وقلص وهكذا فهؤلاء غرباء ثم أصبح الإسلام عاما ومنتشرا ودخل الناس أفواجا في دين الله سيعود هذا الدين غريبا كما بدأ فطوبا الغرباء فالغربة نسبية لكن الغربة الحق التي ستكون في آخر الزمان حتى لا يقال في الأرض الله الذي هو قبيل قيام الساعة والذي يكون فيه شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة لكن هناك هناك غربة نسبية بحسب الزمان والمكان فلا بد أن نعرف هذا الأمر نعم السلام عليكم قال رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن نبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عن لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذوة حذو القذوة حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هذا خبر تصديقه في قولي تعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم واخدتم كالذي خاضوا ولهذا شواهد في الصحاح والحسان هذا جميل المؤلف هذا ينبغي العلماء وطلاب العلم أن يعنوا به وهو أن يكون له انتزاع من كلام الله تعالى ولا يكتفي بالسنة السنة شك شارحة مبينا للقرآن الكريم لكن يربط السنة بالقرآن الكريم وينزع من كتاب الله تعالى ما ذكر الحديث في اتباع طرق السابقين حذو القذة بالقذة يعني أن الناس سيقع فيهم هذا وهذا الان موجود في شبابنا وبعض المسلمين وبعض من ينتسب للدين يقلد الكفر في كل شيء في ملبسه في منطقه في هيئته في شعره في أمور كثيرة وهذا أمر وقع فيه الناس وكما قال ابن تيميا في كتابه الاختضاء قال والتشبه بالظاهر يدل على تعلق في الباطن في الغالب لأن الضعيف مولع بتقليد القوي لذلك على الإنسان يكون له هوية دينية ولا ينبغي أن ينقات إلى الآخرين لهذا قال حذو القذة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه جحر الضب من عرف جحر الضب هو فيه وعورة وصعوبة وفيه التفاف يعني مع ذلك مسلكه وعر ومع ذلك من بلاغة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه يقول لو حصل من هؤلاء الكفار دخول هذا الجحر الوعر الصعب المسلك لفعلتم حتى جاء في الأفضل الآخر حتى لو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك نعوذ بالله وهذا إمعان من بعض المسلمين في تقليد الكفرة قال الصحابة آل يهود والنصارى يعني المتبعين المتشبه به منهم قال فمن يعني من القوم اللهم وهذا واقع الآن تشبه بالنصارى ظاهر عند المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم ذكر الآية وهذا الذي أردته ذكر الآية الدالة على استمتاع قال فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا تقليد الإنسان يكون له شخصية وله هوية يعتز بدينه كما قال عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة بغير هذا لنا الله اعتز بدينك من كان يدعي العزة فإن الله العزة جميعا وقال تعالى ولله العزة والرسول والمؤمنين فالعزة والرفعة لأهل الإيمان إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين فالعزة والرفعة الحقيقية هي بكتاب الله تعالى بالسنة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما اتباع غيرهم فإن كان يظن أنه مرتفع فهو دليل فلينبغي إنسانا يكون تبعا لغير من الغربيين والكافرين وإن لكن الأخذ مما برعوا فيه من المخترعات والصناعات هذا أمر محمود ويؤمر به نعم نقلدهم فيما ينفع في الدنيا نسابقهم في الحضارات المادية النافعة هذا مأمر به لكن أن نقلدهم في أديانهم ونتشبه بهم في صفاتهم وأخلاقهم هذا مما يذمه شرع ولا يأمر به لأن لنا هويتنا ولنا أخلاقنا ولنا مبادئنا وآدابنا الإسلامية الحقة التي فيها العزة والرفعة في الدنيا والآخرة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهذا أمر قد يسري من المنتسبين إلى الدين من الخاصة كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة فإن كثيرا من أحوال لهود قد بتلي به بعض المنتسبين إلى العلم وكثيرا من أحوال النصارى قد بتلي به بعض المنتسبين إلى الدين كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس نعم لا حوال التعبير يسري يعني إنسان قد لا يشعر به يسري في أوساط الخاصة يعني قد يكون ظلاب العلم من يتأثر بهذا بل قد يتأول وهذه مصيبة يتأول لفعله الذي فيه تسبه بالكافرين فيسري يعني أنه يسري إليه من حيث لا يشعر وهذا يوجب تفطنا ويقظة من المسلم قال كما قال غير واحد من السلف ابن عين وغيره إن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين العلم يعني أنهم شابه هؤلاء اليهود وهم لا يشعرون فينبغ الإنسان أن ينزع في خلقه وتعامله وفي منطقه وشخصيته من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال أيضا كثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي بها بعض المنتسبين إلى الدين وهذا يوجب الحذر يا أخوان إذا كان من انتسب للدين وهم أخواص الناس ومن يشار لهم المنام في الصلاح أو في العلم قد ابتلي بهذا تشبه فغيرهم من العامة أخوف عليهم لذلك ينبغي إنسان تفطل لهذا وأن نحذر ينبغي ويجب على الآباء والأمهات والأولياء والمعلمين والمعلمات ومن له ولاية أن يتقي الله في هؤلاء الطلاب والطالبات والمتربين وأن يربيهم على الإسلام وعلى السنة وعلى طريقة محمد صلى الله عليه وسلم أن يربطهم بالقدوة وهو محمد صلى الله عليه وسلم يحذرهم من تقليد الكافرين لأن ذلك فيه تبعة وفيه ذلة لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم أحسن الله يقول رحمه الله وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وكان ميتا فاحياه الله وجعل له نور يمشي به في الناس لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى فيرى أن قد بتلي ببعض ذلك فأنفعوا مال الخاصة والعامة لص النفوس من هذه الورطات وهو اتباع السيئات الحسنات وهو إتباع سأل الله إليك وهو إتباع السيئات الحسنات والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم من الأعمال والأخلاق والصفات ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكتب نعم قبل هذا قال هنا بيّن على أن الأمر إنما يكون من الله التوفيق من الله وهدايا من الله سبحانه وتعالى لذلك يا أخوان دائما أبدا لا ينبغي الإنسان يقع في قلبه حتى يقع في قلبه أنه هو الذي عرف الحق هو الذي ميزه وإنما الأمر كله بيد الله جل وعلا الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله فعلق قلبك بالله تعالى واعلم أن الله تعالى هو الهادي الله تعالى قال في حتابه الكريم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال وإن كادوا الكفار وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحين إليك يعني يسلفونك وصدونك عن الوحي المبين لتفتري علينا غيره ما الذي حال بين النبي صلى الله عليه وسلم مبينة أن يفتن أكمل ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن هذا في حال محمد صلى الله عليه وسلم فما بالك بحالنا لذلك هنا قال قال من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه جعل لله وإياكم من هؤلاء فيبصل الحق لذلك من الفقه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين ليس الفقه من الذي يعرف الخير من الشر لا بل الفقه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين هذا هو الفقه فعلا لذلك قال هنا وكان ميتا فأحياه الله بماذا بالعلم أحياه الله بالدين أحياه الله بالحق وجعل له نور يمشي به في الناس فأنت على نور من ربك أفمن كان على بينة من ربه وهذا محمد بالأولوية صلى الله عليه وسلم على نور من ربه وعلى هدى وعلى بصيرة لذلك الإنسان يسأل الله البصيرة وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه اختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صلاة المستقيم وأنت سائل ربك في كل ركعة من الصلاة اهدنا الصلاة المستقيم نبه ابن تيمية في فتاوى على ملحظ مهم في دعاء سؤال الله الهداية لأن نعرف أن معنى قول اهدنا يعني دلنا وارشدنا وبعضهم قال ثبتنا معنى زائل يعني قد يقول قال أنا مسلم لماذا أدعو الله بالإرشاد وأنا بحمد الله مسلم وأنا موحد قال بعضهم أي ثبتنا على الدين بل أشار ابن تيمية إلى أن هناك معنى دقيقا لسؤال الهداية في هذه الآية وغيرها أن العبد عليه واجب في كل وقت من أوقات عمره فهو يسأل الله تعالى أن يهديه لوظيفة هذا الوقت مثال الآن الشيخ محمد ننثى عليك معليش نغير جو جاك النوم يا شيخ يقول لك ها فهو دعا ضيفا عنده وهذا ضيف واجبه إيش الإكرام فأخذ يشتغل بالتسبيع والتحليل والاستغفار والضيف يحتاج ليش أن يحادثه فهو وظيفة الوقت ما هي هل هو الاستغفار والتهليل أو يصلي يعني قد يقول قال استغفروا يكلموا أخذ يصلي ترك الضيف جالسا هل عمل الشيخ محمد دونها صحيح وظيفة هذا الوقت ما هي الإقبال على الضيف لأن هذا إكرامه من من أعمال الصالحة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه اشتغل بالصلاة وهي أعلى خصال الإيمان وعمل عملها عند الله له منزلة لكن المقام والوقت وظيفته إكرام الضيف وقل فيك ما شئت من الأمور فأنت تسأل الله تعالى أن يهديك لصراطه المستقيم في كل وقت أنا الآن أتكلم معكم لولا هداية الله تعالى لي وتوفيقه لما تكلمت ببنت شفة لأن الله تعالى هو المعين لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا معنى دقيق من معاني سؤالك الهداية فاستحذر وأن تقول في الصلاة أو تسمع الإمام يدعو اهدنا الصراط المستقيم استحذر هذا المعنى الدقيق أنك بحاجة إذا لم يكن عون من الله الفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده فأنت تحتاج في كل أمر من أمورك من حين أن تصبح إلى أن تنام إلى هداية الله جل وعلا في كل أمر من أمورك حتى تسلم من التقصير والإنسان معرض الخطأ لذلك نبه المؤلف هنا فقال وطريق الأمتين لأنه قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين لو تأملت لرأيت أن جميع المدل والنحل الكافر والملحدة والأهل البدع والفرق الضالة والطواف والجماعات ترجع إلى هاتين أمتين إما إلى المغضوب عليهم الذين عندهم علم ولم يعملوا به فكل من فسد من علمائنا كما قال معينة كل من فسد من علمائنا في شبه من اليهود وكل من فسد من عبادنا في شبه من النصرة فهؤلاء الفرق الضالة والأمم الكافرة لا بد أن ترجع إلى المغضوب عليهم أو إلى الضالين فأنت عندما تدعو بهذا الدعاء قد دعوت بدعاء جامع تقول اهدني صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين جمعوا بين العلم النافع عمل الصالح وجنبني يا رب طريق المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا فاستحقوا غضب الله وجنبني طريق الضالين الذين عبدوا الله على جهل وظلال فانظر إلى أن هذا الدعاء أجمع الأدعية لذلك كما قال ابن القيم لا شيء أعظم حاجة الإنسان إليه من سؤال الله تعالى الهداية أعظم سؤال تسأله الله جل وعلا أن تسأله أن يهديك صراطه المستقيم فدائما ألح على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نعم أحسن الله إليكم وإليكم ثم قال رحمه الله تعالى ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة وهي كل ما يؤلم من هم وحزن من هم أو حزن أو أذن في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك لكن ليس هذا من فعل العبد فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد قال وخالق الناس بخلق حسد نعم هنا قبل أن ننتقل قال ومما يزيل موجب الذنوب يعني الذنوب لها موجب له أثر على القلب على الإنسان على حاله المصائب المكفرة يعني المصائب التي تتقع بالإنسان تكفر الذنوب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير لهذا قال الله تعالى من يعمل سوءا أجز به أبو بكر رضي الله عنه صديق خاف قال إن كان أحدنا لمجزيا بما عمل فقد هلكنا ماذا قال؟ قال ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأوة؟ قال بلى قال فذلك ما تجزون به معنى أنك أي هم يصيبك هم حزن ولو كان يسير تهتم لأي شيء مثلا حضر اليوم الدرس مهتم للدرس والحضور وإعداد النسخ هذا الهم الذي أصابه يؤجر عليه أهتم لأمر من أمور دنيا أيا كان أو غم لأن الغم يكون في الحال والهم يكون المستقبل والحزن يكون للماضي فأي حزن كما جاء في حديث صحيح ما من مسلم تصيبه مصيبة شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطاياه ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه الحمد لله المؤمن على خير لذلك هنا قال رحمه الله تعالى قال المصائب المكفرة وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذن في مال يعني إنسان يصيبه وحيانا ذهب ماله دخل في مساهمة أو ضاع له مبلغ معين أو كمعه جهازه فانكسر أو أصيب بحادث سيارته فتأثرت سيارته أو أصيب ثوبه بشيء من ما أفسده عليه أيا كان ولو كان يسيرا ونقص من الأموال والأنفس حتى النقص اليسير إذا احتسبه العبد آجره الله عليه كذلك أو عرض أبتلي في عرضه وقد ابتلي خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في عرضه الشريف شهرا لا يوحى إليه وأصاب عائشة ما أصابه وأصاب محمدا صلى الله عليه وسلم ما أصابه هذا من الأشياء التي رفعه الله جل وعلا بها ورفع زوجه رضي الله عنها بها أو في بدني كذلك أمراض تصيبه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة لكن لا يتمنى الإنسان المرض إذا ابتلي لكنه لا يتمنى سنوا الله العافية لكن إذا ابتلي بالمرض فإنه يستحذر هذه المعاني حتى يكون ذلك أدعى لصبره واحتسابه نعم أحسن الله لك قال رحمه الله تعالى فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد قال وخالق الناس بخلق حسن وهو حق الناس وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له وتعطي من حرمك من التعليم والمنفاة والمال وتعفو عن من ظلمك في دب أو مال أو عرض وبعض هذا واجب وبعضه مستحب لا كلامه مجمل كلامه مجمل لكنه في غاية الحسن وهو يبعبر عن هذه الجملة النبوية الكريمة وخالق الناس بخلق حسن فقال جماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك سواء من قريب أو من جار أو من زميل أن تكون بادرا كما جاء عن ابن تيمي أنه قال أن تعامل الناس لله و ولا تعاملهم لأجل أنفسهم وأن تعفو عن خطأهم دائما إذا عاملت الناس لله لم تطلب منهم جزاء ولا شكورة كما قال الله عن الأبرار قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسرا إلا ما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة قال بعض السلف ما قالوا ذلك بألسنتهم ولكن الله علمها من لسان حالهم هم يعني يطعمون حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تعطي غلامها ما لن يتصدقوا به على الفقراء تقول انظر ماذا يقولون حتى أرد عليهم لأن المسكين يقول جزاك الله خير يدعو لي المنفق حتى ترد عليه ليبقى أجرها على الله بعض الناس يقول أدعو لي يعمل الإنسان عمل يقول أدعو لي لا تطلب من الناس دعاء إن دعا لك من نفسه فهو من إحسانه وإكرامه وقيامه بحقك عليه أما أن يطلب الإنسان من غيره يدعو له مقابل إحسان أو شفاعة أو مساعدة فلا ينبغي لا ينبغي طعم لا بأس بسؤال الدعاء من الصالح ولا يكون كثيرا كما فعل عمر مع ويس القراني لما سأله أن يستغفر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك لكن لا يكون هجيرا هو دائما يسأل غيره الدعاء له لكن إذا عملت عملا لآخر من مساعدة وإحسان فلا تطلب منه جزاء وإنما جزاءك من الله سبحانه وتعالى ذلك من أحسن ما سمعت في قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروف فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أن قد كافئتموه لماذا لماذا يؤمر الإنسان بأن يكافئ المحسن فإن لم يجد ما يكافئ قد يكون المحسن ثري وأعطاك عطيرة جزلة وأنت غير قادر على ردها أو مكافأته فتدعو له في رواية قال حتى يرى المحسن في رواية حتى تروا وفي لفظ آخر قال تسبعه من الثناء والشكر ذلك لا يشكر الله ما لا يشكر الناس أسمع المحسن ثناءك وأسمعه دعاءك من غير أن يطلب منك لكن من الحكمة في أن العبد إذا أحسن إليه كافئ المحسن كما جاء بعد أن تنمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليه معروف فقال له صاحبه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء سم جميل لكن لماذا لماذا يكافئه هذا صحيح هذا أنه يقابل إحسان بإحسان أحسنت حتى يكون القلب معلقا بالله أحسنت وهذه فائدة فتها من أحد الأساتذة وأنا في متوسطة أحد معلمي الذي درسوا رحمه الله إن كان ميتا وإن كان حيا فأمتعه الله في هذه الدنيا قال حتى يتخلص العبد من منة غير الله وتكون الملة لله فدائما لأن الكريم يملك بالإحسان إن أنت أكرمت الكريم ملكته فأنت إذا كنت كريما فتملك بأدنى إحسان إذا أعطاك إنسان أي إحسان أو مساعدة تملك بها ويأسر قلبك بإحسانه كما قال ابن تيمية قال أحسن إلى من شئت تكون أميرة واحتج إلى من شئت تكون أسيرة واستغني عن من شئت تكون نظيرة أحسن إلى من شئت تكون أميرة لأنك أصبحت تأسره بإحسانك واحتج إلى من شئت تكون أسيرة فالحاجة تؤسر وهذا إنسان ما يحتاج إلى آخرين لكن لا بد يحتاج فإذا احتاج أصبح أسيرة الحاجة يقول صاحب الحاجة أعمى وصاحب الحاجة لحوح واستغني عن من شئت تكون نظيرة تصبح أنت وهو سواء لأن ليس بينكما حاجة فكما قال ذاك قال غنيت بلا مال عن الناس كلهم غنيت بلا مال عن الناس كلهم وإنما الغني عن الشيء لا به أنا الآن لما كنت عطشانا أنا غني عن الماء إذا كنت عطشان أصبحت فقير للماء فالغنى هو غنى القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب عندك أموال وأرسد ومزارع وإلى أخ لا وإنما الغنى من النفس ربما عندك مليارات وأن فقير فقر القلب قال نهماني لا يشبعان طالب علم وطالب مال شتنا بينهما ذلك قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا عنده واديان من ذهب شبه لو اكتفى به ما لكفته في حياته كلها لكن يترك هذين الواديين من الذهب وينظر إلى الثالث وذلك ايش يستمر حتى ينتهي ذلك يقنع الإنسان من قناعة كنز فقنع نفسك بما عندك أسأل الله تعالى البركة بما أعطاك فهذا المقصود من كلام المؤلف ذلك قال هنا قال والإكرام والدعاء والاستغفار والثنى عليه كل هذا مقابل أن تكون مبادرا ولا تطلب من الناس الثنى وجماع الخلق في آية واحدة في قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين من عمل بهذه الآية فقد أتى بأحسن الأخلاق خذ العفو يعني ما سمحت به أخلاق الناس العفو الزائد يعني لا تطلب من أنا دكتور ولا أنا أستاذ ولا أنا وزير ولا أنا أمير ولا أنا لمكانتي في الناس فأطلب من الناس أن يعاملوني على مرتبتي وعلى منزلتي خذ ما سمحت به أخلاقهم حسب إش أخطأ في حقك فتعفو عنه تصفح عنه وأمر بالعرف أمر بما تعارف عليه الشرع في حسنه وعليه الناس والجاهل دواءه العراض يخاطب نس فيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة فهكذا يكون إنسان تعامل لو عملنا بهذه الآية مع الناس لسلمنا من تبعات كثيرة وحققنا فعلا الخلق الحسن الذي أراده الله جل وعلا كذلك يعفو عن من ظلمه في دم لكن يس على أطلاقه الأصل العفو لكن قد يكون العفو إساءة ولهذا قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وأتى بالجملة الإسمية الدالة على استمرار وثبوت انتصارهم لأنهم كما قال بعض السلف النخع وغيره قال كانوا يكرهون أن يستدلوا فإذا كان المسيء إليك يريد إساءة إليك وإذلالك فهنا تنتصر للحق لكن العفو يكون عند القدرة فإذا كنت قادرا تعفو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنت مطلقا لما تمكن منهم عن قدرة عفى عنهم وكذلك الإعرابي لما جاء قال من يمنعك مني قال الله فوقع سيفه ثم قام عليه النبي السلام قال من يمنعك مني قال عفوك وحلمك فقال اذهب تركه فهكذا ينبغي أن نفهم العفو وإلا الأصل أن الإنسان يعفو عن من ظلمه وكذلك كان في مال أو عرض أو غيره نعم كما قال المؤلف بعض هذا واجب بعضه مستحب بحسب نوع هذا الأمر نعم بسم الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا هكذا قال مجاهد وغيره وهو تأويل القرآن كما قال تعيشت رضي الله عنه كان خلقه القرآن وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر نعم الآن بيّن الخلق ما هو الخلق الذي أراده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما وصف الله به محمد يعني لا أنا إخوان نبحث عن شخص أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ذلك ينبغي أن يكون القدوة والأسوة ورسول الله في أخلاقه وأعماله وجميعه قصاله كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير قال ابن جاء بن كثير قال هذه الآية أصلا في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله وجمع أحواله فليس هناك أحد يقلد ويتعصب لرأيه ويأخذ بأخلاقه غير محمد صلى الله عليه وسلم لذلك قال فهو الدين الجامع خلقه هو الدين الجامع لأن الله أثنى عليه قال وإنك لعلى خلق عظيم لذلك قال مجاهد وغيره هو التأويل القرآن يعني القرآن كما قال تعيشة لما قال عروه يا أمه قال كيف كان خلق رسول الله قال تعيشة لعروه ألست تتقل القرآن قال بلى قالت فإن الله تعالى يقول وإنك لعلى خلق عظيم وقد كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن كيف يتخلق بأخلاقه يتأدى بأدابه يأتمر بأمره ينتهي عند نهي وأن أنصحكم بقراءة كتاب الآجري الموسوم بأخلاقي حملة القرآن هذا الكتاب جدا دقيق والمؤلف أتى على أمور مهمة لمن قرأ القرآن وحفظه حتى يتخلق بهذا القرآن وكيف يتخلق به أورد آثارا وأحاديث وآيات وكذلك أسئلة يسأل بها القارئ والمستمع فهو كتاب نافع مفيد في هذا الباب بمعنى يعين القارئ لكلام الله تعالى والحافظ له على التخلق بأخلاق القرآن الكريم والواحد مننا يجتهد يجتهد كل من قرأ آية فيها خلق يسأل الله تعالى من فضله ويحاول وجاهد نفسه على التخلق به خاصة لمن طبعه مخالف لهذا بعض الناس قد جبل أخو الله على خسالة طيبة كما هو الحال في هجعب القيس لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فيك لخصلتين يحبهم الله الحلم قال أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلت عليهما قال بل جبلت عليهما قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله رسوله بعض الناس غير مجمول كما قال في حديث آخر إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم لذلك كان الإنسان قد يكون عنده حدة غضوب عجول فعنده صفات منافية للخلق الحسن فهذا يجتهد في تحسين خلقه ويسأل الله تعالى أن يهديه لأحسن الأخلاق كما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نقل خمس دقائق أن توقف يقول الأخوة إلى أدان المغرب ثم نعاود بعد الصلاة بإذن الله نعم خمس دقائق الآن نعم قال رحمه الله تعالى وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمعه فعلا كل ما أمر الله به جابه واستحبابه وما نعنه تحريمه وتنزيهه وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد لكن لما كان تارة يعني بالتقوى وخشية العذاب المختضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا جاء مفسرا في حديث معاذ وكذلك في حديث أبي ريت رضي الله عنهما الذي رواه التنمذي وصحعه قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق قيل ما أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق وأعلوم أن الإيمان كله تقوى الله أحسن نعم هنا أيضا بينا رحيم الله تعالى رجع إلى أصل حديث وكانه شرح مجمل ثم الآن يأتي إلى تفصيل هذا الحديث الذي ذكره لمعاذ فقال هنا بيانه هذا أن هذا كله في وصية الله أن الله تعالى أوصى بالتقوى لكن جاء السنة بتوضيح معنى التقوى تفصيل مراتبها هنا قال فهو أن اسم التقوى الله يجمع فعل كل أمر يعني أمر الله به صلاة واجبة أو النافلة كل ما أمر الله تعالى به من الواجبات والمستحبات يعتبرها تقوى لأنك فعلته لتتقي عذاب الله تعالى وكذلك ترك ما حرم الله تعالى سواء كان هذا شركا أو كان كبيرة أو صغيرة تجتنب كل هذه الأمور تقوى لله سبحانه وتعالى قال وما نهى عنه تحريما وتنزيها يمغي للعبد أن لا يسأل هذا محرم أو مكروه تنزيه أو تحريم وإنما إذا علم أنه محرم أو منهعا تركه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كذلك قال هذا يجمع حقوقها الله وحق العباد يعني التقوى هنا أصبحت واسعة لكن فصل فيها في الحديث ثم قال لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية لأنه يأتي أحيانا التقوى ومعها أمر بأعمال صالحة فإذا اجتمع التقوى مع أعمال صالحة فإن التقوى هو ترك المحارم مثلا البر والتقوى قال وتعاون على البر والتقوى البر ما هو فعل الأوامر سواء وكذلك المستحبات والتقوى ترك المحارم إذا اجتمع افترق فيكون البر فعل المأمورات والمستحبات والتقوى ترك المحارمات إذا ذكرت التقوى وحدها فيدخل فيها فعل الواجبات والمستحبات ترك المحارمات والمنهيات عموما كما في سورة البقرة قال ليس البر أن تولوا وجوهكم كبير المسرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة من كتاب والنبيين ثم ذكر إلى أن قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فهذا كلهم هل فيها اجتناب الآية الآية كلها أوامر إما واجب أو مستحبا ذكر أصول الإيمان ثم ذكر إقام الصلاة في تأزكات ثم يطعام المساكين ثم ذكر إخسارا عدة وبعد ذلك ذكر أن هذه تجمع الصدق والتقوى ففي هذا البيان أن هذه الأمور من التقوى لأنه وصف هؤلاء بأنهم هم المتقون كذلك ما ذكره المؤلف في هذا البيان ثم ذكر أيضا حديثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار في الغالب قال أجوفان الفم والفرج لأنه وقد يكون الإنسان بحمد الله تعالى قادر على حفظ فرجه وصيانته عما حرم الله تعالى لكنه لا يملك لسانه إلا إذا استحضر أن هذا اللسان قد يقع ويزل به كما قد جاء عند معم معاد وغيره قال لما ذكر له ما يدخل الجنة وبعد عن النار ذكر له العبادة وذكر له إقام الصلاة وذكر له كذلك الصوم الجنة وذكر الصدقة ثم ذكر الجهاد قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله ما يملك عليك أعمالك الصالحة قال بلى فأمسك بلسان نفسه وقال تكف عليك هذا يعني هذا اللسان يملك عليك حسناتك تصلي تصوم تحج ثم تحصد بلسانك كل هذه الأعمال يذهب قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصايد وإسنتهم فاحفظ لسانك عن ما يحصد عليك هذه الحسنات تذهب لغيرك بغيبة بنميمة بسفك بدمي كما جاء حديث المفلس قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوما قيامة بصلاة وصوم ويأتي وقد ضرب هذا سفك دم هذا وأخذ مال هذا إلى آخر الحديث المعروف فهذا يجب على الإنسان الحذر من ذهاب حسناته هذا ما يتعلق بهذا الأمر سأل الله تعالى التوفيق والإعانة نكمل إن شاء الله بقية الوصية بعد المغرب بإذن الله تعالى سأل الله تعالى لك التوفيق والإعانة وأن ينفعنا وأن يعلمنا وأن ينفعنا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك هذا نبينا محمد وإليكم